السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال فيديو اليوم لبعض الطرق نتابعها خصوصا في رمضان ونستغل له الوقت في الأول عملت لكم كافية الاحتفاظ بالمعدنوس لأكثر من أسبوع كذلك الاحتفاظ بالميز كذلك الخبز اللي يكون عن نايشت خصوصا في رمضان يشط الخبز بززاب نستغل له ونعمله شابلوغ وطريقتي في الاحتفاظ بالطماطن المركزة لأني شفت بززاب ناس يخليوها في العلبة اللي ينشريوها فيها لكن هذا خطير على صحة نار لازم تعلملوه في علبة أخرى بلا ما نطولها عليكم نخليكم تشوفوا الفيديو فورجة ممتعة إن شاء الله ثم نخسلو هاد الحشائش كسوس ومعدنوس قصبور نعناع نخسلوهم مليح في الأول بالماء والخل نخليهم حوالي خمس دقائق في الماء والخل وبعد نعود نشلوهم مليح من النسبة ليون عمت الماء الغذنوس من بعد ما خسلينهم ومليح وشغلتوه نخلي هبة الليلة كاملة هاي ده في الكسكاس من بعد نعامله في منديل يكون خاص بالمطبخ نشوفوهم مليح من قطرة الماء لأنه لو بقاوا فيه قطرة ملماء من بعد يخمج في الثلاجة ننشوفهم مليح من القطرة اللي يكونه بقي فيه ثم نعود نعامله في الكسكاس ونخليه يزيد شوية في الهواء ينشف لما نشوف ما بقى فيه والماء عادة نعمله في الويهاء اللي بنحب نخبي فيه نعمله في ويعاء يكون معقم ويكون محكم الإغلاق لازم يكون يغلق مليح أنا دخلت هذا الوعاء أربع ساعة للفن على مية وتمانين درجة باش عقمته من بعد ما بردت هذا الوعاء عملت فيه المعاد النوس كمالا لكم تشوفوا ممكن تخليواه وريقات هيدا وممكن كذلك تقطعوه بالمقص على حساب اللي تحبوه كل واحد يقطعوه على حساب اللي يحبوه رقيق بزاف او يكون غلط مع النوس انا دايما نعمله هيدا نسيبه واجد دايما نجبت وغين زين به السلطة او نعمله في الاطباق اللي يكون حابه نزيده فيها يجي سهل ومانضيعوش الوقت هيدا نستغلوه وقتنا نحتاجو بزاف فرمضان كذلك لشابليغ المسمى البقصومات في الدول المشرق نستعمله مثلا في الكروكات في عدة وصافات نستعمله لذا نحضروه على بكرين نحضره بالخبز اللي يكون عندنا شايت ونعمله بزيادة مرة واحدة او نشريه وزوج قرونت على الخبز وقطعوه هيدا قطعوه هيدا قطع كما اللي ركم تشوفوه وندخلوه للفرن يكون سخون على 180 درجة ونخليوه يتحمر على خاطره نخلي الخبز من بعد ما تحمص نخليوه يبرد عادا نعودوه نتحنه لما عنده شروب وبشي تحنه ممكن نتحنه في رحيواتها الخضره ولشابليغ نعملوها هكذا في ويهاء يكون محكم توجوه الاغلاق ونخليوها في بلاكار او ممكن نخلوه للثلاجات احتوه في الثلاجات بالنسبه لكافية الاحتفاظ من مايز لما نفتحوه مباشرة نفرغوه في وياء وحده اخر يكون نظيف به بالمتاو اذا كان هذا المتاو ناشف زيدوا قليل من الماء مغلي وزيدوا معه ملعقة من الخل اما اذا كان الماء بزيادة كما الحال التاعي انا عندي الماء بزيادة اللي كان محتفظ فيه زد فقط الخل هالطريقة نجحت معي وحبيت نشاركها معكم يقعد مدة طويلة ولما تحبو تستعملوها اغسلوها قبل ما تستعملوه شلوه مرة او مرتين وخليوها يقطع على استعملوه بالنسبه للطماطم المركزة دائما نعملوها فوعاء من الزجاج وزيدوا عليها الكمية من الزيت اللي تغطي كامل وجهة هالطماطم زيت المائدة عادي لما تحبو تستخدموها لازم الملعقة اللي تردو بها تكون ناشفة ونضيفة هكذا يقعد مدة طويلة ما تفسدش معاكم وكذلك دائما نغلقو العلبة مليح او دو غلقوها مليح ما تخليوش اللي هو يدخل نستغلوه حتى الباقي في العلبة نشلوه هكذا بالماء نشلوه مليح ونزيدوه في المرق اللي يكونوا حابين طيبة داروني في هذا الطرق يكون الوعاء اللي يتعاملو فيه معاقم كسو سواء تعملوهم في الفن يكون ساخن على 180 درجة من ربع ساعة الى نصف ساعة او تغليهم بعد تخليهم ينشفوا انا نحب ندخلهم للفن ينصخنوا وندخلهم للفن هكذا غايب بردوا شوية باش ما نقعدش نشف غايب بردوا شوية هذا كل ويعاء نعود نعمل فيه المادة يكون حابا نخبيه هنكون فتكم ولو بالقليل في هذا الفيديو وكنت خفيفة عليكم هذا هي كان فيديو تا اليوم تدخل اول مرة يعمل الاشتراك فضلا وليس امرا فعلوا الجرس اللي يصير لكم بكل جديد لا تستوش باش تعملوا لايك الى فيديو اخر ان شاء الله دمتم في رعاية الله يحبت